اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد كل متابعينا متابعي تليفزيون اليوم السابع في كل مكان خلينا نتابع معاكو هذا التوضيح العاجل من وزارة التربية والتعليم الخاص بربع ابتدائي واحنا عارفين انه فيه جدل كبير حوالين ربع ابتدائي دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفلني قال انه الوزارة لم تصدر اي تعليمات بخصوص جدولة مخرجات العلوم والرياضة للصف الرابع الابتدائي وكل ما يتم تداوله هو اشعاعات واكتهادات لا اساسة لها من الصحة كل الكلام عن مخرجات ربع ابتدائي هي زي ما هي مفيش فيها اي مشكلة نواتج التعلم بتاعة مواد العلوم والرياضة مفيهاش اي تغييرات جديدة حسب ما اكدت وزارة التربية والتعليم اكدت كمان مصادر مسؤولة بالوزارة انه المهام الادائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي هي عبارة عن نشاط بيقوم بالطفل بمعدل حسطين وتم ارسالها الى المدريات التعليمية من خلال بنوك انشطة وكل موجه بيختار لكل مدرسة مهام مختلفة عن المدارس الاخرى يقوم بيها المعلم واوضح كمان انه المهام في شكلها البسيط عبارة عن ملف او ممرسة نشاط واشار كمان انه الدرجات المخصصة للمهام الادائية وهي 35 درجة هي متوزعة على الحضور ومناقشة الطفل وكمان كيفية اداءه المهام الادائية اللي هي طبعا تعتبر زي ما قلنا لكم انشطة وغيره وضحت كمان المصادر انه المهام الادائية بيتم يعني تنفيذها تحت اشراف المعلم وبتكون النشاط مرتبط بالمادة اي نشاط بيعمله الطفل او الطالب بيكون مرتبط بالمادة اللي داخل فيها النشاط كان الدكتور طارق شوي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كتب يعني كلام عن المهام الادائية لطلاب نظام التعليم الجديد وقال انه احنا اعلننا سابقا عن نظام التقييم الجديد في الصف الرابع الابتدائي واللي بيتضمن ما يسمى المهام الادائية وسوف ترسل الوزارة هذه التعليمات للإدارات التعليمية ولذلك يعني حبيت اشارككم ده كلام لوزير حبيت اشارككم بعض الشرح هنا حتى لا يعني يكون فيه اي اشاعات او حتى خوف من معلومات غير مؤكدة قال كمان الوزير هذا النوع من التقييم داخل المدرسة بيمثل جزء اصيل ومهم جدا من تقييم اداء الطلاب وتقييم فهمهم لمخرجات التعلم او الاهداف او النواتج من الدروس اللي بيدرسوها في كل المواد طرح كمان الوزير سؤال مهم جدا حول ما معنى المهام الادائية وشرح يعني ايه المهام الادائية وقال انه هي انشطة مجموعة انشطة بتقيس مدى اكتساب الطالب للمهارات اللي تدربوا عليها خلال الفصل الدراسي في مادة معينة وهي بتقدم دليلا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي وقد تم بناؤها بحيث يمكن المتعلم الانتهاء منها في زمن قدره فصلتين دراسيتين وقال وزير التربية والتعليم انه وصف المهام الادائية بتتصف بالوضوح وبترتبط بين نواتج التعلم المستهدف تحقيقها وهي بتكون مناسبة لمستوى الطالب وطبيعة المادة المستهدفة وبعد كده بينتج عنها منتج يقدر من خلاله المعلم انه هو يقيم الطالب على اساسه وعن اعتبارات تنفيذية ازاي هنطبق المهام الادائية او ازاي الطلاب هيعملوها في المدرسة قال انه عند استخدام المعلم للمهام الادائية بيتم مراعاة بعض المعايير خلينا برضو نقول لكم ايه هي المعايير اللي المفروض ناخد بالنا منها في موضوع المهام الادائية قال انه المعلم بيوضح للطلاب طبيعة المهمة والمنتج المتوقع من الشخص المتعلم او من الطلاب يبقى الطالب بيفهم كويس جدا ايه النشاط اللي هيعمله والمفروض يخرج منه ايه بيستغرق العمل على المهام الادائية اتنين من الحصص المتتالية بيشرف المعلم على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصة وسوف يقوم المعلمون بشرح هذه المهام لطلابهم في الايام القليلة القادمة وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والضوابط المرسلة اليهم يبقى احنا مستنيين خلال الفترة اللي جاية نشوف ونعرف شكل المهام الادائية هيكون عامل ازاي المعلم هيشرح للطلاب وزي ما قلنا لكم في بضاية التغطية كل مدرسة بيكون لها مهام مختلفة بتتنوع الانشطة في كل مادة فبالتالي المعيار هنا انه المعلم يشرح بشكل مفصل للطلاب كل التفاصيل اللي لها علاقة بالمهام الادائية وبالتالي يقوم بيها الطلاب على مدى حسطين متتاليتين باكمل وجه حسب فهمه من المدرس للانشطة اللي هيعملها احنا يعني نقلنا لكم كل التفاصيل الخاصة بموضوع مخرجات التعلم لربع ابتدائي واخر الكلام اللي قاله وزير التربية والتعليم الدكتور طريق شوقي وبمشكركم بالتأكيد كل متابعينا متابعي تليفزيون اليوم السابع على متابعياتك لنا في هذه التغطية وإلى اللقاء